السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الإسلام والسلام لا تنسوا الاشتراك بالقناة وابداء رأيكم بالمحتوى الذي تريدونه من خلال الزاوية اليسرى للمقطع ودعمنا بلايك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد لأنكم أساس قناتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المسلمين والمسلمات في كل مكان خير ما نبدأ فيه الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين معكم الدكتور أم عمر أخصية الطب البديل والمساج الطبيعي لهذا اليوم سوف نقدم عددا من المشروبات الصحية والطبيعية المفيدة لك في رمضان والتي يجب أن تكون إحداها موجودة في كل يوم على مائدة إفطارك من المعروف أن شهر رمضان وهو شهر الرحمة والبركة هو شهر يشتهر بكثرة المشروبات والعصائل المميزة التي توضع على مائدة الإفطار جنبا إلى جنب الأطعمة المختلفة التي تمتلئ بها مائدة الطعام الزاخرة بما تشتهيه كنفسي ونفسه هناك مشروبات طبيعية صحية لها فوائد يجب على الإنسان أن يتناولها في شهر رمضان فهي تعالج من السمنة وتساعد على النحافة فهي تساعدك على تنظيم جسمك وعلى تنظيم الحركة الهضمية للعمايدة وعدم زيادة الوزن وفي بعض الأحيان تلك العصائل قد تساعد في شفاء ليس الشفاء التام وإنما تساعد على مواكبة بعض الأمراض التي يعانيها النسان أفضل أنواع المشروبات في رمضان هو الخروب الخروب من المشروبات المثالية على مائدة الإفطار في رمضان حيث يحتوي على مضادات أكسادة تحمل جسم وتلقيه من السموم ويحتوي أيضا مشروب الخروب على مادة الكالسيوم التي تساعدك على الشعور بالشبع والراحة بعد تناول الإفطار أيضا من المشروبات المهمة جدا جدا في رمضان وهو شرب القمر الدين هو مشروبات سورية بالغالب تأتي هذه المشروبات من سوريا وهي مشهورة بها كثيرا باعتبار أن نبات المشمش كثيرا في سوريا ومختصين في تحويل المشمش إلى قمر الدين وهو من المشروبات الرمضانية المفيدة لماذا؟ لأنه يحتوي على معادن بوتاسيوم، ماغنيسيوم، حديد، ذن، كالسيوم ويساعد قمر الدين على تعويض الجسم عن العطش شعور الجفاف أثناء فترة الصيام كذلك يمد الجسم بكل أنواع الأملاح المعدنية المفقودة على مدار اليوم ويجب تناوله بحرص واعتدال لمن؟ لمرضى السكري بشكل خاص أي تناول كوب واحد إلى كوبين كأقصى حد كأقصى حد عديد المستمع والمستمع بالنسبة لمرضى السكري كوب صغير أو نصف كوب عادي من الذي نتناول عليه لأنه غني بالسكريات الطبيعية أكثر المشروبات التي أحب أن أتناولها في رمضان وأحرص في كل عمل أن أتناولها بسبب ارتفاع الضغط لدي لأنه فعلا يعالجه بطريقة سحرية ويخلص جسمي من السوائل الزائدة وهو الكركديه الكركديه هو من المشروبات التي في الغال مشهورة لدى السودانيين وهو مشروب جدا رائع والسحري وهو من أفضل أنواع المشروبات المتبعة لأي نظام غذائي أو ريجيم في العالم معظم الأغنظمة الغذائية تدخل في نظامها الكركديه لأنه ينظف الأمعاء بشكل رائع ولأنه يخلص الجسم من السوائل كأفضل مدير للبون طبيعي وأيضا يساعد على انخفاض الوذن أو ارتفاع حسب حالة تحضيره وهو أيضا قليل في السعرات الحرارية وغني جدا بفيتامين جيم الذي يساعد على تقوية المناعة ويعطيك نظارة رائعة للبشرة في رمضان قد نعاني مشاكل في البشرة بسبب السهر الطويل والنوم في النهار الكثير فالكركديه شراب رائع كيف أحضر الكركديه في المنزل لأستفيد منه بشكل رائع الكركديه طريقتين تستطيع أن تقوم بتحضيرهما الطريقة الأولى لأصحاب الضغط المرتفع مثلي أنا ماذا أفعل؟ أأتي بإبريق زجاجي متوسط الحجم أضع فيه حفنة في يدي كبيرة لابة سبعة في أسفل إبريق ثم أسكب فوقها الماء في الغالب أنا أحضر كركديه نظيف ونخب أول إذا كان الكركديه متسخ أو عليه غبار أو شيء فعليك وضعه فيه مصفات وغسله شيء بسيط ثم أبدأ بعملية النقل لأنه فورا يبدأ بنحلال المادة الموجودة فيه ثم بعد أن أضع الحفنة وأضع الماء من الفلتر عالي أحركه وأغطيه أعود بعد قليل فأسكم فوقه لبعض من الماء لأن الأوراق تبدأ تتناثر وتأخذ الماء وتصبح كمية الماء أقل والأوراق أكثر أضيف له بعض الماء أحركه مرة أخرى وأغطيه وأدعه من ساعتين إلى ثلاثة هكذا منقوع ثم أصفي أنا من النوع الذي أشربه بدون سكر لا أضيف له سكر إذا أحببت أن تضيف له سكر فهذا رأي شخصي فلا تكسر لا تكسر السكر معه بهذه الطريقة سوف ينخفض الضغط لدي في رمضان لن يرتفع الضغط فالمشروب الأول الذي أشربه في الإفطار هو الكركدية لأنه يساعدني على خفض الضغط ويخلصني على التخلص من الحملاح الزائدة التي تسبب لي انتفاق في أقدامي بسبب العمات بسبب الضغط بسبب التوتر فهذه الأشياء مهمة جدا بالنسبة لي المشروب الثاني للكركدية لأصحاب الضغط المخفض بعض الناس يعانون من الضغط المخفض كيف يشربون الكركدية ليساعدهم على رفع الضغط وليس انخفاضه يقومون بغلية الكركدية مثل الشاي العادي نضع إبريق ماء نجعله يغلي نضع حفنة من أوراق الكركدية أنت لديك حرية الاختيار بوضعك السكر فيه أو لا وأنت أيضا مخير على أن تشربه على شكلين إما أن تشربه كشاي ساخن فورا مباشرة بعد غلية لو فيساعدك على ارتفاع الضغط أو أن تقوم بتركه جانبا حتى يبرد ومن ثم إضافة بعض مقعبات السلج له وشربه فهو بذلك سوف يساعدك على ارتفاع الضغط إذن إذا نقع على البارد يرفع وكان لديك ضغط مرتفع يساعدك على خفض الضغط إذا كان ضغطك ينخفض وغليته بماء حار وشربته أو قمت بتبريده بعد غلية سوف يساعدك على ارتفاع ضغطك إذا كنتك عالي من هبوط دائما في الضغط وذلك سوف تتخلص من الملح الذي يسبب لك مشاكل خطيرة في رمضان أيضا من المشروبات المشهورة في رمضان والمفيدة هي شراب الدوم ومن المشروبات المفيدة لأنه يضبط نصبة الكوليسترول في الدم ويعمل أيضا على انخفاض ضغط الدم المرتفع وكذلك هو قليل بالنسبة للسعرات الحرارية الموجودة فيه مقابل مع بعض المشروبات والعصائر الأخرى من المشروبات الرمضانية التي يحبها الناس كثيرا هي السوبيا وهي من المشروبات الرمضانية التي يحبها الأطفال وخصوصا الذين يعانون من النحافة لأنه غني بالسعرات الحرارية لاحتوائيه على اللبن والنشاء والثكر وجوز الهن إذا كان لديك ثمنة مفرطة لا تشرب السوبيا من المشروبات المشهورة جدا ولا سيما لدينا نحن في سوريا وبلاد الشام مشروبات رمضان التي لاغن عنها وهي العرقصوس ومن المشروبات التي تناسب الأشخاص الذين لديهم قرحة بالمعدة وهو يساعد على تقليل أعراض الحموضة وحرقان المعدة وكذلك هو فاتح للشهية للأشخاص الذين لديهم نحافة ولكن يجب تناوله بحاجة لمرضى ارتفاع الضغط الدم الشخص الذي لديه ارتفاع في ضغط الدم يفضل أن لا يشرب من شراب العرقصوس لأنه يرفع ضغط الدم ونحضره في المنزل لا تشتري العرقصوس من السوق ندينا كثير من الوقت ونحن نجلس في منازلنا كلنا قوم بتحضير العرقصوس في المنزل قد يسألني بعضكم كيف أحضر العرقصوس في المنزل نأتي بالعرقصوس وهو ليس بحاجة إلى ضغط السكر سبحان الله طعمه حلو جدا بقدرة الله وهو أيضا مشهور في مصر المصريين أيضا يزرعون العرقصوس في بلادهم وهم بارعين في ذلك نأتي بحفنة منه العرقصوس نضع فوقها ملعقة أو ملعقتين من الماء لا نكثر ونبدأ بتحريك الخليط حتى يصبح رتب ليس مليء بالماء أبدا فقط أحشاب تصبح رتب فقط لا أكثر ونضيف في أثناء قبل إضافة ماء نرش حفنة صغيرة من الكربونات في بلادنا نسميها إليم هذه الكربونات السوديوم هذه نستخدمها من أجل نقع الحمص والفول نضيف حفنة صغيرة لها قومي بتبليلها بالماء ثم أفرديها على الصينية بشكل متناسر ومتبعد ضعيها في الشمس حتى تجف ثم أحضر قطعة قماش تستطيع الماء أن يتخلى منها واربطيها وابدأي بغمسها في إبريق ماء بالد وإخراجها غمسها وإخراجها أو تضعينها على طرف الإبريق وتربطين تلك القماشة وتبدأين بأحضار إبريق آخر وتمنين الماء فوقه بشكل خيط حتى ينتهي ثم قومي بوضعها في الإبريق الثاني وأعيد الكرة من الإبريق إلى الإبريق وقد أضع لكم رابط لأحد الفيديوهات تحضير على علاق صوص فيه أتصد أن تدخل إلى نت وتقول كيف يتم تحضير على علاق صوص في المنزل وأختصار لكل هذا الكلام وبذلك سوف تحضر مشروب لذيذ صحي وجميل في المنزل من أجل أفراد في نهاية العمل وأتمنى أن تكون تلك المشروبات موجودة في أغلب أيام لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد إن أعجبك الفيديو لا تنسى الآجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد وشكرا وجزاكم الله خيرا